اشتركوا في القناة في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتم التباحث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي كان من اهمها الربط المائي بين المملكتين والاطلاع على تجربة المملكة العربية السعودية في المحافظة على المياه الجوفية وتقليل الفاقد من المياه وكذلك خطط الطوارئ للتعامل مع حوادث تلوث المياه ومعالجتها بالاضافة الى تبادل الخبرات والمعرفة حول ادارة شبكات نقل وتوزيع المياه والنماذج المائية المثلى لتقليل كلفة نقل المياه من محطات الانتاج الى شبكات التوزيع وذكر وزير شؤون الكهرباء والماء ان عراقة العلاقات البحرينية السعودية وعمقها التاريخي هي الركيزة التي تستند عليها مختلف مبادرات التعاون والتكامل بين الوزارتين في كل البلدين الشقيقين واتفق الجانبان على الاستمرار في التعاون والتنسيق بما يخدم القطاعات المشتركة من خلال تشكيل فرق عمل فنية مشتركة للعمل على تحقيق الاهداف المشتركة ترجمة نانسي قنقر